ومع حيول عيد الأضحى المبارك يبدأ الحديث بين الناس عن سلالات الأغنام حسب المناطق والجهات سلالة بن جيل تتصدر المشهد بأسواق جهات الشرق سلالة تحظى بإقبال كبير خصوصا وأنها معروفة بتكيفها مع ظروف المناخية الصعبة التي تعرفها المنطقة والمشهورة أساسا بجودة لحومها وطيب مذاقها من وجدا نتابع روبرتاج عبد الحميد مرابط وعبد العالي عميراش بلونها البني على مستوى الرأس والبطن والقوائم تتصدر سلالة بن جيل هذه الأيام مشهد أسواق الأغنام بجهات الشرق هذا الصنف الحاصل على خاتم الجودة أو المؤشر الجغرافي المحمي منذ سنة 2011 ينتشر بكثير من مناطق الشرق قامة الدغم القصير لا تمنعها من بلوغ متوسط وزن يتراوح ما بين 70 و90 كيلو جراما معروف بالجودة لحم ديالوب حيث أنه في سنوات ديال العشرينات كان يصدر الفرنسا بواحد الأعداد كثيرة الذي مطلوب كثير من طرف مجموعة ديالكسابة من جميع إنحاء المغرب حيث أنه كان طلبات في مدون أخرى تطوان در بضر بطع لها تصنف هذا معروف بالصبر دياله للحرارة وللبرودة يعيش في النجود العليا من وجدا حتى الفي جيج حتى الميسور أغنام الدغم التي تتغذى أساسا على الأعشاب التي تصنف ضمن خانة الأعشاب الطبية تظل في مقدمة الأصناف التي يربيها كساب جهة الشرق بما يفوق مليون ومئتي ألف رأس الجمعية الوطنية لمرب الأغنام والمعز تؤثر أزيد من ألفي كساب مختص في تحسين نسل هذه السلالة الجمعية الوطنية لمرب الأغنام والمعز لأنها أطرطنا كيف نتعامل مع القاطع من ناحية التغذية ومن ناحية الصحة ومن ناحية هذه السلالة هذه كانت امتياز أنها سلالة تعيش في المراعي ولو أنها حقق كين جفاف وكين نذرة في غطاء النباتي في المنطقة كانت تجعون تنقلون المناطق التي فيها المراعي وكانت تنقلون لها وكانت تقرأوا مشاكل كانت الفضل أحسن راس اللي كانت نعيد بها دايما هي الغاسة دغمة هذة الوجهة حمر ورجلين حمر ورحنا كانت السبب كل شيء لأول حاجة لوقو رائع جدا في لوقو ومن كانت تسلخوا كيفاء 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 كلفوغم ديالا سميتوا لكن هذه السلالة المشهورة بطبي مذاق وجودة لحومها وسعرها للمناسب مقارنة مع صناف أخرى أضحت تواجه اليوم إكراهات تناقص الكلاء بسبب ندرة الأمطار والرعي الجائر